إن محمد صلاح أحد أفضل لعبي كرة القدم في العالم اليوم لا ينقصه إلا القليل ليحصل على لقب الكرة الذهبية إنه بالفعل أحد المرشحين الرئيسيين والمفضلين لهذه النسخة من الجائزة إنه يلعب في أحد أقوى الفرق في العالم ليفربول وهو يحرز أهدافا كثيرة ودوره مؤثر للغاية في المباريات الهامة وقد حقق بطولات هامة منها دور الأبطال المطلوب اليوم هو التنصيق بين نادي ليفربول وتصفيات البطولات الأخرى فمثلا في السنوات الزوجية هناك بطولة كأس عالم تدخل في الحسبان كما في 2022 العنصر الآخر هو أن ليفربول نادي إنجليزي كبير ولكن الإنجليز لا يكترثون كثيرا بثقافة البالوندور الكرة الذهبية وكما نعلم فإن دول مثل إيطاليا، البرتغال، إسبانيا أو ألمانيا التي لديها لاعب محتمل للحصول على الجائزة فهذه الدول تهتم بعمل حملات أثناء فترة التصويت لضمان أن يحصل اللاعب على أعلى الأصوات فمثلا لو كان محمد صلاح لاعبا بفريق ريال مدريد أو برشلونة لكانت لديه بالتأكيد فرصة أكبر للحصول على أصوات أعلى أفضل إطاليا شكرا